الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخوانهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أولمهم من افتوى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكوف ياشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كوفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغد الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم مرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بورق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إن ينهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذا الأبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم وليهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغي ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءَ يَهْدِيَ لِرُبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ولبثوا في كوفهم ثلاث مئة سنين وازداد تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنكم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما أعتدنا للملمين نارا أحاط بهم صرادكها وإن يستغيث ويغاث بماء إن كالمولي يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نبيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من صندس يا صندس وإستبرط متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واغرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفصناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلت الجنتين تلت الجنتين آتت أكلها ولم تولم منه شيئا وفجونا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها مقنبا قول له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وغلدا وغلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستقي عليه طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كففين على ما أنصق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئته ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة في الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلوه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وتوا الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادل منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الله بل زعمتم أن لهم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يؤمن ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقع الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس المؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم سلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار ظنوا أنهم مواقعونها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحما لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون ألأ القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتنا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني غلرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما وكانوا تغيانا وكسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إننا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مورب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا عيات القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم إن لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم أنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْهُونَ عَنْ حَاحِوَنَا كُنْ لَوْ كَانَ الْمَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرُجُو لِكُرُاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقص وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحبه العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آماء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آماء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آماء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آماء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آماء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آماء فبأي آماء ربكما تكذبان ولمن حاس مقام ربكما تكذبان دواتا أخنان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آماء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرك وجنى جنتين دان فبأي آماء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنسا قبلهم وذاجان فبأي آماء ربكما تكذبان كأن لهم الياقوت والمرجان فبأي آماء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آماء ربكما تكذبان 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 فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آماء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آماء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آماء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيلِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَنْ يَتَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرُ كلما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٍ؟ قَالُوا بَلَا قَدَ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضُنَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَزِلُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَوْوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ لِسْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرَسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقُدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيلٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ يَنْدُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي هُرُورُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْكُمْ بَلْ لَجُّهُ فِي عُتُورٍ وَنُفُورُ أَفَمْنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيَهُ مكباً على وجهي أهداء من يمشي سوياً على صلاط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قل لما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عدام وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعو قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غيرا فمن يأتكم بماء معي قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافدة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبتا وكانتم أزوادا ثلاثا فأصحاب الميمنتها أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضون متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين ما يصدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحوب العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدن مقضود وطلح مغدود وظل ممدود وماء مسقوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكاراً عوباً أتراباً لأصحاب اليمين كلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموب وحميم وظلني أحموم لا بارث ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصلمون على الحلف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كل إن الأولين والآخرين يموعون إلى ميقة يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البتوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالكون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعون أم نحن الزائعون لو نشاء لجعلناه قطاما فولتم تفتهون إنا نمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنذلتموا من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن شاءتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فما أقسم بمواطع النجوم وإنه لقسم لو تعلمنا عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطررون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذ تامون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير متينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المتذبين الظالمين فنزل من همين وقصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصية جحيم يا عصير والقؤان الحكيم إنك لمن المرسلين وقصية جحيم على خراق مستقيم على خراق مستقيم فنزل العزيز الرحيم وقصية جحيم إن كنتم نذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافرون وقصية جحيم لقد حق القول على أسر فليرسهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْلَاقِهِمْ أَوَنَا لَنْسَيَّ إِلَى الْأَلْقَانِ فَوْمُ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَمَّذَوْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنْ إِنَّمَا تَنْفِرُ مَنِ السَّبْعَ النِّكْرَ وَخَشِيَا الرَّحْمَنَ بِالْغَيْمِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَدْرٍ كَرِيمٍ إِنَّمَا نَحْلُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْلُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِيرٍ وَغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَوْيَرْ يَرْجَاءَ الْأَرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنِ مُثْمَيْنِ فَكَلَّبُوهُمَا فَعَزَّلْنَا بِذَالِثٍ سَقَالُوا فَعَزَّزْنَا بِذَالِثٍ سَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ نِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنَ وَمَا أَنْزَلُ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْبِهُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ قَالُوا إِلَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِلَّا امْتَنْتَهُونَ لَنَوْ جُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّلْنَكُمْ إِنَّا عَذَابُ الْأَلِيمِ قَالُوا طَائِرْتُمْ مَعْكُمْ بَإِنْ ذُكْلِلْتُمْ بَلْآتُمْ خُوَمْ مُسْرِفُونَ وجاء من الأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدراً وَهُمْ مُنْتَدُونَ وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي سَطَرُنِي وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ فأَأَتْتَقِدُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً في يُرِبْنِ الرُّحْمَنُ بِذُلِّ اللَّهُ فأَأَتْتُوا بِعَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ إِنَّي إِذَا لَفِي ضُلَانِ مُّبِي إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِكَ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقُوا مِنْ يَعْلَمُونَ لِمَا غَفَوَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرُمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدٍ مِنْ جَادٍ مِنَ السَّمَاءِ على قومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جَادٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُلْنَا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْغَةً عَلَى الْعِبَادِ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستمزئون أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَغْلَثْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَوْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَوْمُ الْأَوْضُ الْمَيْتَى أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأْفُرُونَ وَاجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَا الْعُمُورِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَنِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلْقُ الْأَزْوَاجَةُ لَهَا مِنَّا تُنْبِتُوا الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُورِينَ نَسْلَخَ مِنْهُمَّهَا وَفَإِذَا هُمْ مُغْلِمُونَ والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرُ قَدَّوْنَاهُ مَنَازْلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيلِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقُمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِحُ النَّهَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا دُلِّيَتَهُمْ فِي الْفَلْكِ المَشْحُولِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ يَسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْ نُؤْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَزُونَ إِلَّا رُحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيلٌ وَإِذَا طِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِغِينَ وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنْ مَا وَزَقَقُوا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الْمَنِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْتُ عِوْمًا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمًا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي طَلَالٍ مُّبِينَ وَيَكُولُونَ مَتَاهَا ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَوْدِعُونَ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا قُلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إن أَوْصَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاتِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِهَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قُولًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي أَعْدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ يَعْبُدُنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَطَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم تعدون يُشْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْثُرُونَ اليوم نختم على أفضالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطعوا مضيا ولا يوجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِلُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَدِينَ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم فَالْسُبَحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمة نانسي قنقر